تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع فيها سمو أسمايات التهن والتبركات إلى مقام جلالة الملك المفدى بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سموه أنها علامة مضيئة في سماء البحرين تتجلى فيها صور الوطنية والولاء مضحا إنها مناسبة عزيزة على الجميع والتي نستذكر فيها التفاف الشعب حول قيادة جلالة الملك المفدى من خلال ما سجله إقرار ميثاق العمل الوطني من نسبة وصلت إلى 98.4% والتي أكدت على حقيقة ما تضمنه المشروع الإصلاحي لسيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله وراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر